اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحدود برية متمثلة في السودان من الجنوب وليبيا من الغرب وفي الشمال الشرقي دولة فلسطين المحتلة المساحة دية اتعرضت للعديد من الحركات حتى نشأت وتكونت بالشكل الحالي هنستعرض العصور الجيولوجية العوامل الباطنية العوامل الخارجية التي ساعدت في نشأة وتكون سطح مصر حتى وصلنا الى الصورة الحالية نبدأ مع بعض بداية علم الجيولوجيا بيعني باللغة اليونانية علم الارض وهو العلم الذي يدرس نشأة القرى الارضية والتطور الجيولوجي الذي مرت به وخصائص الصخور وانواعها وتاريخها وبينقسم فروع عديدة منها علم الحفريات وعلم الطبقات الصخرية ولو بصينا للشكل اللي قدامنا هتلاقي قطاع تدريسي موجود فيها الطبقات بألوان مختلفة او متبينة على حسب الخصائص بتاعتها او على حسب طبيعتها وما تحتويها من موارد طبيعية جيولوجية مصر تقع الاراضي المصرية فوق جزء من درع قرى قديم الدرع القرى ده كان معروف باسم الدرع العربي النوبي ومصر فيه كانت متصلة بشبه الجزيرة العربية ثم حدثت حرقات انكسارية ادت الى انفصال مصر عن شبه الجزيرة العربية مكونة البحر الاحمر والمرتفعات اللي موجودة في الشرق او اللي موجودة في الغرب بالنسبة للبحر الاحمر تعرض سطح مصر طوال الازمنة والعصور الجيولوجية لعوامل تشكيل بعضها كان باطني والاخر كان عبارة عن عوامل سطحية او خارجية ثم تطور سطح مصر خلال العصور الجيولوجية الى ان اخذ شكله الحالي معنى كده ان سطح مصر لم ينشأ او يتكون ضفعة واحدة ولكن نشأ على مراحل او على عصور الجيولوجيون بيحددوها بملايين بل بمليارات اللا سنين منها الزمن الارقي بعد كده الزمن الاول الزمن التاني الزمن التالت واخيرا الزمن الرابع يبقى سطح مصر والصور اللي عليها لم تنشأ مرة واحدة ولكنها مرة بالعديد من المراحل زي ما هنشوف دلوقتي نتابع معنا جدول العصور الجيولوجية في مصر الجدول ده فيه ثلاث حاجات وانا شلت منه الاماكن بتاعته لانه هنوزعها مع بعض على الخريطة هعرف الزمن العصور اللي موجودة فيه التكونات الصخرية واهميتها ولازما ابناءنا الطلبة يراعوا كويس قوي ان ما فيش اسئلة السنة دي هتيجي بتقيس الحفظ او التذكر يعني محدش يقول ده الاسماء صعبة الاسماء كتيرة انا هحفظها حصل كذا في العصر كذا بالزمن كذا لا الاسئلة هتيجي مش بالصورة التقليدية او مش بالصورة اللي فيها حفظ وانا انا اذكر المعلومة بل هتيجي عن طريق الفهم والتطبيق وفي النهاية الطالب بيبقى عنده انتاج للمعرفة او مستويات علياه للتفكير نتابع مع بعض الجدول بتاع العصور الجيولوجية الزمن الارقي نثبته في مصر عشرة في المية ما فوهش عصور زمنية اهم الاحجار او التكوينات الصخرية بتاعته الجرانيت والبازلت الحديد وده من المعادن الفلزية الزهب المنجنيز كما توجد بها العديد من مواد البناء مثل الجرانيت والرخام يعني اهمية الزمن ده ممكن تبقى اهمية اقتصادية في الصناعة ليه لان وجدت فيه العديد من المعادن الفلزية زي الحديد والزهب وممكن تبقى اهمية عمرانية مثل مواد البناء اللي موجودة فيه من الرخام او من الجرانيت الزمن الاول نسبته واحد في المية وده اقل النسب اللي موجودة عندنا وجدت فيه مجموعة كبيرة من العصور زي العصر الكامبري وزي العصر البرمي ومجموعة من العصور الاخرى اهم التكونات بتاعته الحجر الرملي الزمن الثاني وده اكبر الازمنة اللي وجدت في مصر او اصطرت في مصر وانتشرت تكوناتها تقريبا في كل اجزاء مصر ليه لاني نسبته حوالي اتنين واربعين في المية يعني دخلين على نص مساحة مصر تعرضت لحرقات او لعوامل في الزمن الجيلوجي الثاني بردو 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 في مجموعة من العصور زي ما احنا شايفين قدامنا العصر الترياسي والجراسي والكريتاسي التكونات بتاعته الحجر الرملي النوبي وده بيحتوي على خزنات المياه الجوفية وبيحتوي على البترول يبقى هنا اهمية اقتصادية مصدر من مصادر الطاقة وبتحتوي على صخور تبشرية فيها خامات الفوسفات بردو اقتصادية اللي هي زي صناعة الاسمدة او ممكن يبقى لها علاقة بالزراعة وبيوجد في جبل المغارة بعض رواصب الفحم يعني بردو تعتبر اهمية اقتصادية بعد كده عندنا الزمن الثالث 33% اهم التكونات بتاعته الحجر الجيري وده بيستخدم في اغراض البناء وصناعة الاسمنت والجبس يعني ممكن يبقى اهمية اقتصادية او اهمية في المنشآت العمرانية وتحتوي تكونات الميوسين على مصايد البترول لاحظ نقطة هنا ان احنا قلنا في الزمن الثاني برضو في بيترول وهنا في مصايد البترول طبعا الشكل النهائي لها كان في الزمن الثالث وبداية تكوينها كان في الزمن الثاني الزمن الرابع والاخير 14% وده تعرضت في مصر لمجموعة من العصور بعضها جاف وبعضها مطير وكان اشهرها عصر البلاستوسين والعصر الحديث او الهولوسين واهم التكونات بتاعته رواصب طينية نيلية برضو يعني نستخدم في الزراعة وبحرية وتلال جيرية وشواطئ مرجانية ورواسب رملية هنلاحظ في كل الازمنة اللي موجودة عندنا في التكونات بتاعتها هشوف هي ممكن تستخدم في ايه وده هيبقى موضوع مجموعة كبيرة من الاسئلة هنوزع الحاجات دي قدامنا على خريطة لمصر الزمن الأرقي جبال البحر الأحمر جبال أو جبل العوينات المثلث الجبلي جنوب سيناء والجندل الأول وخانق كلبشة الجندل الأول وخانق كلبشة في ودي النين المثلث الجبلي قلنا فيه سيناء جبل العوينات في الصحراء الغربية جبال البحر الأحمر في الصحراء الشرقية نشوف التوزعات دي هذه جبال البحر الأحمر هذه المسلس الجبلي و هذه المناطق المتفرقة اللي أشهرها منطقة جبل العوينات الزمن الأول تكويناته و هذه عربة و ده شمال الصحراء الشرقية إلى الغرب من خليج السويس وصلت و غرب سيناء و حول جبال العوينات في الصحراء الغربية لو بصنا لها هذه اللي موجودة في سيناء و هذه جبل و هذه و هذه عربة و قلنا موجود إلى الغرب من خليج السويس في الصحراء الشرقية بعد كده تكونات الزمن الثاني أو توزيعاته في هضبة الجلف الكبير والعباب ده هضبة الجلف الكبير في الصحراء الغربية والعباب ده في الصحراء الشرقية منخفض الوحاة البحرية و أجزاء من الفرفرة وهضبة العجمة و هضبة التى و ديه في سيناء و جبل المغارة أيضا موجود في شمال سيناء نبص للتوزيعات بتاعتها ده تكونات الزمن الثالث في الصحراء الغربية و الصحراء الشرقية و أجزاء منها في شبه جزيرة سيناء تكونات الزمن الرابع دي لها تكونات إرسابية أو طينية زي وادي النيل و أجزاء من الرمال زي بحر الرمال العظيم و زي جبل المغارة و مجموعة من السواحل الرملية اللي موجودة في شمال شبه جزيرة سيناء عوامل تشكيل سطح الأرض احنا قلنا في عوامل باطنية زي الصدوع التداخلات البركانية و الإلتواءات الصدوع ممكن تجينا باسم الانكسارات أو الفوالق و التداخلات البركانية لالأنشطة البركانية و الإلتواءات عوامل خارجية متمثلة في التعرية بأنواعها المختلفة بس في مصر تعرضت لنوعين من التعرية تعرية مائية و تعرية هوائية أو تعرية بفعل الرياح أولا العوامل الطبيعية الصدوع تأثرت مناطق كثيرة من مصر خلال العصور الجيولوجية المختلفة للتصدع أو للانكسار و كان أهمها اللي حدث في عصر الأوليجوسين مكونة البحر الأحمر وجبال جنوب سيناء و احنا كده كده قلنا أن مصر و شبه الجزيرة العربية كانت قتلة واحدة انفصلوا عن بعض عن طريق صدع أو تصدع أو انكسار عظيم تسبب في وجود الأغدود الإفريقي البحر الأحمر نبص للعامل الثاني اللي هي التداخلات البركانية و ده شكل لبركان هبصت لقي في مدفوعات بركانية بيحدث إرسابات أو ترقومات على الجانبين بتكون لها مجموعة كبيرة من الأشكال واللي تكونت من اندفاعات و خروج للبازلت البركاني و دي كانت مصاحبة لحركة الانكسار أو حركة التصدع و من أهم المناطق اللي اتعرضت لأزيد التداخلات والطفوح البازلتية جبل قطيراني شمال الفيوم زي ما احنا شايفين الصخور بتاعته عبارة عن صخور بازلتية الالتواءات حدثت حرقات ضغط على الجانبين قادمة من الشمال الشرقي أدت إلى التواءات خفيفة في الطبقات الرسوبية لاحظوا هنا اني بقولي في الطبقات الايه الرسوبية لتظهر في شكل قبابي طبعا لو الصخور لينة أو صخور رسوبية هيحدث الالتواء والشكل القبابي أما لو كانت صخور صلبة هيحدث فيها انقصار أو تصدع و قدي شكل لطية أو لشكل قبابي بيحدث ضغط من الجانبين زي ما احنا شايفين فيؤدي إلى وجود الارتفاع أو الشكل القبابي وده موجود في قبو البحرية اللي تحول لمنخفض الواحات البحرية يبقى قبو البحرية نشأته التوائية ثم عملت فيه عوامل التعرية الهوائية مكونة لنا المنخفض المعروف باسمه منخفض البحرية يبقى القبو أو الشكل القبابي نفسه ده ظهر نتيجة التواء مع عوامل التعرية التالية حدث نحت مما أدى إلى وجود منخفض عرب باسمه منخفض الواحات البحرية ودي خريطة بتوضح الأشكال القبابية سواء المحدبة أو المقعرة وهنتلاقيها منتشرة في كل أنحاء مصر بشي بيجزيرة سيناء في الصحراء الغربية في الصحراء الغربية وفي اللا دلتة من جهة الشرق أو من جهة الغرب العوامل الخارجية التعرية الهوائية التعرية المائية نهرية بحرية أو بفعل المياه الجوفية التعرية النهرية قام بها نهر النيل حيث قام بالنحت ثم النقل وأخيراً الإرساب لو بصنا على النحت هيكون ليه المغرة لو بصنا على الإرساب إذا كان الإرسابات على جانبي النهر هتختلف عن المصاب عند المصاب هتكون ليه الدلتة على الجانبين هتكون ليه السهل الفيدي أو الوادي ودي صورة توضيحية لقطاع تضاريس المجرمائي بتسقط عليها الأمطار بتكون ليه بحيرة هتعمل عملية النحت النحت ده هيكون ليه مغرة مائي هيتم الإرساب على الجانبين هيديني الوادي وهيبقى فيه إرساب عند المصاب هيديني الدلتة يبقى الشكل اللي قدامنا ده عوامل تعرية مائية بفعل الأنهار بدأت بأمطار ثم قام بعملية النحت مكونة المغرة ثم الإرساب على الجانبين هتكون الوادي وفي النهاية إرساب عند المصاب هتكون الدلتة به التعرية البحرية دي بفعل الأمواج الطيرات البحرية والمد والجزر ودي بتعمل على تشكيل السواحل وتكوين الشواطئ ولعل أهم الأشكال الساحلية اللي ساعدت الأمواج في تكوينها الرؤوس الأرضية عندنا رأس محمد وعندنا رأس البرقة والخلجان والشروم عندنا شرم الشيخ عندنا الخلجان زي خليج العرب أو زي خليج السويس وخليج العقبة الشواطئ الرملية ودي منتشرة في شمال سيناء وشمال الصحراء الغربية الجروف الساحلية ودي بتبقى منتشرة في المناطق الساحلية اللي بيبقى فيها مستنقعات أو زوابان للصخور في الطبقة الصفلية التعريق بفعل المياه الجوفية شاهدت الأراضي المصرية بالماضي العديد من الفترات المطيرة وكان أخيرا في عصر بلايستوسين في الزمن الرابع هبص للقطاع التدريسي اللي قدامي أدي جزء من سطح الأرض بيحدث سقوط أمطار بيتكون مجاري مائية وجزء منها بيتصرف في باطن الأرض زي ما احنا شايفين كده بيكون لي المياه الجوفية إذا كانت في مناطق صخور جيرية أو صخور رخوة بتكون العديد من الكهوف زي ما احنا شايفين في باطن الأرض التعريق بفعل الرياح الرياح لعب الدور مهم كعامل من عوامل النحت أو النقل أو الإرساب في المناطق الصحراوية المنتشرة بمصر ودي نشطة إمتى هتلاقيها نشطة في عصر الجفاف في الزمن الرابع وانا قلت قبل كده الزمن الرابع حدث فيه مجموعة كبيرة من العصور المطيرة أتبعها عصور من الجفاف العصور المطيرة هي اللي تسببت في وجود المجاري المائية العزبة أو المياه الجوفية والجفاف هو اللي أدى إلى وجود جفاف شديد في صخور القشرة الأرضية بعد كده حصل لها تجوية بعد كده اللي هي تفتت الصخور بعد كده عملت الرياح فيها مما أدى عفوا مما أدى إلى وجود الأشكال الرملية المختلفة ولو لاحظنا في الصحراء المصرية معظم المنخفضات تنتشر في الصحراء الغربية وكمثل الأشكال الرملية بتوجد في الصحراء الغربية وأشهرها بحر الرمال العظيم وده شكل من ضمن الأشكال بتاعت عامل التعريح بفعل الرياح وطبعا الشكل التوبغرافي أو الشكل الجغرافي الظاهر لها بيتغير من وقت للتاني على حسب اتجاه الرياح وضح الأثر الناتج على نشاط الرياح في المناطق الصحراوية أول حاجة قامت بحفر المنخفضات الصحراوية بالصحراء الغربية لحظوا أننا قلت قبل البحرية بفعل عوامل التعريح تحول إلى منخفض البحرية ولاحظ أننا قلت فيه فجوات أو كهوف أرضية بيبقى فيها مياه بتحدث عملية إزابة مما يؤدي إلى وجود فجوات الرياح بتقوم بنقل الإرسابات في سطحها فبتكون لنا مجموعة كبيرة من المنخفضات ولعل أهمها وأشهرها عندنا في الصحراء الغربية منخفض الوحات الدخلة والخرجة وسيوة والفرفرة والبحرية ساعدت الصدوع والشقوق وعمليات الإزابة المائية الرياح في حفر المنخفضات الصحراوية وهي أقصر وضوحا في منخفض القطارة والخرجة يعني أكتر المنخفضات اللي اتعرضت إلى نشاط الرياح مما أدى إلى وجودها بالشكل الحالي كانت مناطق المنخفضات الصحراوية بالصحراء الغربية في كل من منخفض القطارة والخرجة تكوين الغطاءات والقذبان الرملية في الصحراء مثل بحر الرمال العظيم ما هو لابد أننا أعرف أن عملية التعرية بتمر بثلاث مراحل نحت أننا بنحة الصخور أو القشرة الأرضية بعد كده لابد وأن تنقل اللي هي المرحلة الثانية من عملية التعرية اللي هي النقل بعد كده بتترصب الإرسابات بتاعتها بتبقى في شكل قذبان رملية وبتتعدد برضو في الصحراء الغربية زي ما قلت لقصرة المنخفضات وأشهرها بحر الرمال العظيم وتعد الرياح الشمالية الغربية السبب الرئيسي في تكوين الأشكال الرملية لما نبدأ في التدريس سطح مصر هنعرف ليه الرياح الشمالية الغربية هي الأقصر تأثيرا ويمكن أنا قلتها من شوية أن بسبب عدم وجود مرتفعات فسهل أن المؤثرات البحرية أو الرياح تتوغل داخل الأراضي المصرية وأهمها الرياح الشمالية الغربية ودي من أكتر أنواع الرياح اللي أثرت في تشكيل سطح مصر واللي أثرت في سقوط الأمطار في مصر بوجه عام بكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالتكونات الجيولوجية عندنا خدنا فيها إيه خدنا فيها علم الجيولوجيا وأنه هو علم دراسة الأرض وطبقاته بعد كده خدنا سطح مصر نشأ في مراحل مختلفة ولم ينشأ مرة واحدة نتيجة عوامل باطنية وعوامل خارجية أو سطحية بعد كده خدنا الأزمنة الجيولوجية اللي موجودة عندنا خدنا الزمن الأرقي بتكوناته وتوزعاته والزمن الأول والزمن الثاني والزمن الثالث والزمن الرابع ودايما بيتبادر فيهننا سؤال بالنسبة للتكونات الجيولوجية في مصر لو لاحظت ان غالبية التكونات وجدت في الوادي ارسابات وجدت في الصحراء الغربية مرتفعات في الصحراء الشرقية مرتفعات وفي الصحراء الغربية منخفضات ورمال ولو بصيت على شبه جزيرة سيناء هتلاقي فيها كل مظاهر السطح اللي وجدت عندنا في مصر علشان كده ممكن اطرح سؤال وضح رأيك في العبارة الاتية تعد شبه جزيرة سيناء مصر الصغرى جيولوجيا هقول لان تكونت فيها كل تكونات الازمنة الارقي والاربعة الاول والثاني والثالث والرابع اللي كونت سطح مصر كاملا بعد كده خدنا العوامل السطحية والعوامل الباطنية خدنا العوامل الباطنية الصدوع بعد كده بعد كده خدنا التدخلات البركانية واخيرا خدنا الحركات الالتوائية ولازم اخد بالي ان انكسار بيبقى في سخور صلبة بينما الالتواء بيبقى في سخور لينة او جرية او سخور رسوبية بتبقى قابلة للانطواء او ظهورها في شكل ايه قبابي بعد كده خدنا العوامل الخارجية اشهرها الرياح والمياه والمياه عبارة عن ثلاث عوامل نهرية قلنا تسقط الانطار بيتكون المجرى من النحت ثم الوادي من الارسابات على الجانبين ثم ادلت من الارسابات عند المصب بعد كده خدنا المياه الجوفية واصارها انها بتعمل عملية ازابة للسخور الجرية او السخور اللينة او الرخوة فبتعمل كهوف او فجوات في باطن الارض واخيرا خدنا الرياح وانها هي العامل الاساسي المسؤول عن تكوين ونشأة المنخفضات بالصحراء الغربية وهي اللي تسببت في وجود الاشكال الرملية المختلفة في مصر زي بحر الرمال العظيم وما ننساش ان الرياح الشمالية الغربية هي اللي اصارت بصورة كبيرة في عوامل التعريه الهوائية في مصر وقلنا السبب لانها اتية من جهة البحر المتوسط او من جهة الشمال وما كانش موجود فيها اي من المرتفعات وبكده نكون وصلنا لانهاية حلقة اليوم مع وعد بلقاء جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة